موسيقى بسم الله تمارين حول درس المتجهات لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016 تماري رقم 8 أب سد متوازل أضلع المستقيم المار من أو والموازي لأبي يقطع د في نقطة إ ويقطع بس في نقطة ج وصغيرة أرسم الشكل بصغيرة برهن أن المتجهة يساوي المتجهة ج أو مع العلم أن أو مركز متوازل الأضلع أبي سيدي سأضيفها إذن كما ترى دفترنا أو مركز متوازل أضلع أبي سيدي إذن المستقيم المار من أو والموازي لأبي يقطع د في إي وبي سي في ج يلا أرسم الشكل ثم برهن أن المتجهة أو إي تساوي المتجهة ج أو يلا نبدأ الجواب نشوفوا الشكل الأولا ثم نواصل عدنا أبي سيدي متوازي الأضلع لننشئ ضلعين متتابعين فيه ثم نواصل الشكل بهذه الكيفية المعروفة إذن الآن نتمين بقية الشكل ننشئ الضلعين المتبقيين هذا الضلع الأول ثم الضلع الثاني إذن دخلنا أبي سيدي متوازي الأضلع كما تعلم في كل متوازي الأضلع الضلعين المتقابلين متقيسين دخلنا لنا أو مركز إذن أو نقطة تقاطع قطرة إذن الآن حصلنا عليها هي هذه النقطة أو المستقيم المر من أو والموازي لأبي يقطع د في نقطة إي ويقطع بس في نقطة ج سننشئ مستقيما يمر من أو ويوازي أبي هكذا دائما نستغل طريقة رسم متوازي الله لإنشاء التوازي بهذه الكيفية إذن هذا المستقيم يقطع قطرة في نقطة إي هيا نضعها ويقطع بس في نقطة ج هكذا إذن الآن سنتبت بالبرهن أن المتجهة OE تسوي المتجهة ج أو وخ نرسم هذه المتجهة متجهة الأولى OE هي هذه ومتجهة ومتجهة الثانية درس وابش لون آخر ج أو إذن كما ترى في الشكل المتجهتان فعلا متساويتان انظر معي جيدا لهم نفس الملحة ونفس الاتجاه ونفس المنظم متفقين يلا الآن سنتبت هذا الأمر بالبرهن يلا الآن يمكن أن نثبت بأن النقطة O تمثل منتصف القطعة E إذا استطعنا أن نثبت بأن هذه النقطة O هي منتصف القطعة E فسنحصل على ما نريد بذلك سنقول أن المتجهة OE تسوي المتجهة ج أو يلا كيف سنتبت ذلك لاحظ معي المثلة ABD عندنا النقطة E منتصف ماذا فعلا النقطة E منتصف AD لماذا لماذا E منتصف AD هناك خاصة في هذا الشعل أنظر معي النقطة O تمثل ماذا بنسبة القطعة BD أو بنسبة القطر BD نعم O منتصف القطر BD ماذا من الرباع ABCD متوازل أضلع و O مركز إذن O منتصف قطر إذن أنظر إلى المستقيم OE هو يوازي ماذا نعم يوازي AB كما جاءنا ذلك في المعطيات المستقيم OE يوازي AB والمستقيم OE يمر من منتصف دلع BD إذن المستقيم OE يمر من منتصف دلع الثالث اللي هو AD ما هي خاصية التي تطبقنا هنا بالفعل تطبقنا الخاصية التالية إذا مر مستقيم بمنتصف أحد أضلع مثلتها والمثلة ABD ووازا حامل دلع الثاني أي AB فإنه يمر منتصف دلع الثالث اللي هو AD تطبق وبذلك E منتصف AD يلا انظر معي E منتصف AD و O منتصف B D إذا المسافة OE تمثل ماذا بالنسبة المسافة AB فعلا المسافة OE هي نصف المسافة AB كي نخص في هذا الشعل ذكرني بها نعم المسافة بين منتصفي ضلع M3 تساوي نصف طول ضلع الثالث أعيد المسافة بين منتصفي ضلع M3 تساوي نصف طول ضلع الثالث بمعنى أن OE تساوي AB على إثنان لاحظ الآن إذا اخترنا المتلة AB C بإمكاننا أن نتبت بسهولة أن النقطة G هي منتصف B C نفس البرة الذي أنجزناها قبل لحظات إذن انظر معي J منتصف B C و O منتصف A C نختار مثل A B C كما ذكرت J منتصف B C و O منتصف A C إذن المسافة O J تمثل ماذا بنسب AB Fajl O J ينصف المساف AB قلنا قبل قليل أن O E ينصف المساف AB والآن نقول O G ينصف المسافة AB بمعنى ماذا نعم بمعنى أن المسافة O E تساوي المسافة O G وما دمت نقط E و O G كيف هي نعم نقط المستقيمية إذن لدينا النقط مستقيمية والمسافة O E تساوي نضع لون مغير أو مستقايوس والمسافة O E كما قلنا تساوي المسافة O G ماذا يعني ذلك نعم هذا يعني أن النقط O هي منتصف القط E G وما دمت O منتصف القط E G فإن المتجهة O E تساوي المتجهة G O يلا نكتب معا البرهان يمكن لك تقوم أولا بالمحاولة لإنجاز هذا البرهان الذي ناقشنا شفويا وبعد لحظات سنكتبه معا يلا يمكن لك تقوم بالمحاولة يلا لنواصل نعتبر المتلة A B D عندنا المستقيم O يمر من منتصف بد و يوازي A إذن حسب الخاصية و E يمر بمنتصف الضلع الثالث A D A E منتصف A D عندنا في المتلة A B D E منتصف A D و O منتصف B D A إذن المسافة O E تساوي نصف المسافة A بين خاصية حسب الخاصية سنعود نذكر هذه الخاصية الشفاوية المسافة بين منتصف الضلع الثلث تساوي نصف طول الضلع الثالث وبنفس الكيفية نبرهن أن المسافة O G تساوي A B على 2 أي نصف المسافة A B و من ف إنا ماذا انظر هنا نقب على 2 هنا نقب على 2 إذن ماذا يمكن استنتج نعم نستنتج أن المسافة O E تساوي المسافة O G وحيث أن النقاط E مستقيمة 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 فإن ماذا المسافة O تساوي المسافة O G والنقاط مستقيمة ما يعني ذلك نعم ما يعني أن O من من تصف القطعة E G وما دامت النقطة O من من تصف القطعة E G فبإمكاننا أن نستخرج من هذه العبارة الرياضية متجهتين متساويتين إذن لا تنسى هذا الأمر كلما كان لدينا O من تصف قطعة G فبإمكاننا أن نستخرج حالة لمتجهتين متساويتين كأن نقول المتجهة O تساوي ماذا تساوي المتجهة G O هكذا إنتهى التمرين من إعداد الأستاذ عبدو إعداد صفاء مراكش إلى اللقاء مراكش 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 مراكش